ينظم إلينا من جدة الكاتب الصحفي أحمد العثمان أستاذ أحمد مساء الخير أهلا بك معنا في نشرة النهار عبر الإخبارية يعني معاناة سكان جدة من شواط السباحة ليست بجديدة هي أن تمتد لسنوات طويلة يمكن التساؤل الذي يطرحه أهالي المدينة هل يعقل أن تسكن في مدينة ساحلية وسياحية في نفس الوقت يفد إليها ملايين زوار كل عام ولا يوجد بها إلا شاطأ واحدة أو اثنين لممارسة السباحة أولا أشكرك على هذه الاستضافة بالفعل زي ما ذكرت يعني هذه المعاناة تمتد لسنوات ربما لأكثر من أربعين وخمسين عام مشكلة السواحل ولكن ربما في تلك الفترة كانت أعداد السكان ربما قليلة ولم تكن يعني ظاهرة مثل هذه الاحتياجات لسكان محافظة جدة الآن نتكلم عن تقريبا ثلاثة مليون ونص سكان محافظة جدة أضف إلى ذلك أنها يعني منطقة ساحلية ويفد إليها السياح والزوار من كافة مناطق المملكة وأيضا الآن مع الفتحة التاشيرة السياحية يفد إليها ملايين من السياح أو من المعتمرين يعني على طوال العام فبالفعل نحن نحتاج المساحات الموجودة حاليا لا تفي باحتياجات سكان محافظة جدة فما بالك باستقبال ملايين من الزوار والسياح من داخل المملكة ومن خارجها نعم لكن هذا لا يمنع أن هناك شواطئ خاصة متوفرة لكنها بمبالغ ربما لا يعجز أو يعجز عنها كثير من المواطنين أو المقيمين أو السياح نحن هنا نتحدث عن الشواطئ العامة المتاحة للجميع وبالمجان لماذا عجزت الأمانة عن توفيرها برأيك؟ عجزت الأمانة زي ما ذكرت لك يعني إحنا عندنا مثلا منطقة أبحر الشمالية سواء على شرم أبحر أو أبحر الجنوبية للأسف من سنوات طويلة يعني هذه المناطق أكفلت تماما سواء من مناطق مسورة أو بمباني أو منتجعات هذه المنتجعات طبعا بمبالغ ربما يعني كبيرة لا يستطيع المواطن البسيطة أو المواطن العادي أن يعني يستمتع بمثل هذه المناطق إضافة إلى أن أعتقد أن الشواطئ والسواحل هذه هي حق متاح المفترض لكل المواطنين أو لكل السياح أن لهم الحق في الاستمتاع بشواطئ البحر وسواحله وأن تكون هنا مناطق مهيئة لهذه السياحة الآن نتكلم عن منطقة تطوير أو الواجهة البحرية الآن الواجهة البحرية يعني مساحة تقريبا 370 ألف تتسع لحوالي 120 ألف نسمة فقط 120 ألف أنت تتكلم زي ما ذكرت لك يعني عن 3 مليون ونصف وأضف إليها عدد الزوار والسياح القادمين فالآن أعتقد أن مع التوجيهات السامية الصادرة مؤخرا وما تقوم به أمانة جدة الآن من إزالة بعض الأسوار منها السور الذي كان قريب من دوار الجمل وبعض المتنزهات التي أنتهت العقود التي كانت مبرمة العقود الاستثمارية كانت مبرمة معها فقامت بإزالتها عندنا الآن يعني تقريبا حوالي 19 ألف متر مربع اللي هي الواجهة البحرية في أبحر الجنوبية في مشروع تطوير لها أعتقد أنه حوالي 30 شهر استغرق هذه يعني الخطوات بإذن الله يعني نتمنى أنها تكون حل ورد على تساؤل الكثيرين ومطالباتهم وهذا حق يعني طيب لكن هناك استاذ أحمد يعني شواطئ تم إنشاؤها مؤخرا كما ذكر بعض المواطنين في جدة لكن تم إغلاقها من قبل الأمانة هل الإشكالية في الشاطئ نفسه في نظافته مثلا أو عدم صلاحية مثلا هذه الشواطئ للسباحة مثلا أعتقد أن هناك يعني هناك إشكال في بعض المناطق يعني ليست كل المناطق الجاهزة أو مهيلة للسباحة وأيضا يعني يمكن في مشكلة يعاني منها البحر والآن إن شاء الله في طور الأمانة إن شاء الله بإذن الله نتقوم بحلها اللي هي مشكلة يعني كرمك الله التوجيه مياه صرف على بعض المناطق في البحر وهذه يعني سواء كانت من بعض الأملاك الخاصة أو حتى من مناطق أو مواقع ثانية هناك أتوقع أن هناك حلول يعني التهيئة هذه المناطق وتنظيفها وربما هذا الإغلاق يأتي يعني نتمنى أن يكون لتجهيز وتحسين بيئة هذه المناطق لاستقبال الزوار أو المتنزهين بإذن الله أشكر شكر جزيلا من جدة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد العثمان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك